رفضت المحكمة العامة الأوروبية دعوة لرفع العقوبات عن رجل الأعمال السوري عصام شموت المدرج في لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي منذ عام 2022 بصفة أحد رجال الأعمال البارزين العاملين في سوريا ومالك شركة أجنحة الشام للطيران وأشارت المحكمة إلى أن شموت فشل في إثبات عدم ارتباطه بالنظام السوري معتبرة أن الاستيلاء على ممتلكاته من قبل النظام لعدم سداد الديون ليس سبباً كافياً للتشكيك في موثوقية الأدلة المقدمة حول دوره أفاد مركز الجسور الدراسات بأن احتمالات نجاح المسار العربي مع دمشق متوفرة مع استمرار الموقف الأوروبي في عدم التطبيع ورفع العقوبات وإعادة الأعمار بالإضافة للموقف الأمريكي بعدم رفع العقوبات وذكر المركز في تقرير له أن المسار العربي مع دمشق مختلف عن مسار الأمم المتحدة للحل في سوريا في حين لا توجد بعض تنازلات مالية ولاسياسية عن تنفيذ البيانات والقرارات العربية والأممية وأوضح التقرير أن الموقف العربي والخليجي الذي واصلوا الدعوة لتنفيذ مقرارات لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا يشير إلى أن دمشق عاجز هذه المرة عن تمرير سياستها المعهودة في المسارات الأخرى مثل جونيف وأستانا أوضح حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا رغبته بتطبيع مع النظام السوري حال وصوله إلى السلطة في البلاد مؤكدا على ضرورة وضع استراتيجية لحال الملفات العالقة وأفاد نائب رئيس الحزب للسياسة الخارجية بأن دمشق حددت شروطا للتطبيع مع أنقرة أبرزها انسحاب القوات التركية من شمال سوريا وأضاف بما أنه من الصعب الحديث عن سيناريو خروج بشار الأسد من سوريا فإن أي حكومة تركية تضع التطبيع مع سوريا على جدول أعمالها ويجب أن تكون لديها استراتيجية حول كيفية تلبية هذا المطلب شكك مدير مركز شروفات الأبحاث في الأردن سعود الشروفات في جدية دمشق بمكافحة المخدرات بعد أن أصرت الأسبوع الماضي إعلانات متتالية في هذا الإطار وأشار الشروفات إلى أن التصرفات الأخيرة لديمشق تهدف إلى ذر الرماد في العيون والادعاء بأنها تقوم بدورها بمكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية الأردنية وأضاف أن الأردن أصبح يشعر أن عمل لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا حبر على ورق ولا حاجة لمضيعة الوقت حذرت منظمة مراسلون بلا حدود من أن الصحفيين السوريين في دول الجوار مهددين بخطر الاعتقال والترحيل إلى سوريا وأفادت المنظمة في بيان مشترك مع المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بأنه مع دفء العلاقات الدبلوماسية بين بشار الأسد وزعماء الدول المجاورة يواجه المراسلون السوريون اللاجئون في لبنان والأردن والعراق وتركيا خطر الترحيل إلى سوريا كما أشارت إلى أن سوريا لا تزال تشكل خطراً على العاملين في مجال الأعلام مثل ما كانت دائماً ترجمة نانسي قنقر